دشن أمير الرياض مركز زوار النقل العام بمدينة الرياض اللي يهدف إلى التعريف بمشروع النقل العام بشقيه القطار وأيضاً الحافلات زميلنا خلف الخلف زار هذا الموقع وجاب لنا هذا التقليد قطار والرياض طالما كان حلوماً لكنه أصبح واقعاً سكان وزوار مدينة الرياض موعودون بمشاهدة القطار تجوب شوارعها في منتصف عام 2018 مما سيسهم في الحد من أعداد الرحلات اليومية التي تشهدها الرياض التي تبلغ 9 ملايين رحلة يومياً قريب جداً إن شاء الله تشوف القطار تبدأ تتحرك على الجسور في منتصف العام القادم اليوم عندنا تقرير عن عدد رحلات المركبات في الرياض السيارات الخاصة 9 مليون حركة رحلة في اليوم وهذا غير سهل يعني لذلك بوجود المترو والنقل العام ستخف هذه الحركة بإذن الله وستعطي إن شاء الله الراحة للكل مستخدم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أنشأت هذا المركز لتعريف بمشروع النقل العام بشقيها القطارات والحافلات وذلك من خلال استخدام أحدث الوسائل وتقنيات العرض والمجسمات والنماذج المصغرة التي تنقل الزائر في تجربة حية بين مختلف مكونات المشروع المركز هذا وضع لنشر ثقافة النقل العام وكيفية استخدام النقل العام بالتالي القطارات كده منظمة وما في زحمة كثير المعرض يكون مفتوح من الساعة 4 مساء إلى الساعة 9 مساء جدا ممتاز ومتفائلين عن اللي جاي يعني الآن أنا متحمس على المرحلة الجاية سيهناء سكان الرياض بتنوع خيارات النقل من خلال نظام نقل عام يمتاز بالخدمة الفعالة الآمنة والراقية وذلك بمتابعة الأمير فيصر بن مندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطويد مدينة الرياض رئيس اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض من مركز زوار النقل العام والذي دشنا من أجل نشر ثقافة النقل العام لدى سكان مدينة الرياض والقادمين إليها بنامج الراسة خلف الخلف الرياض ينضمني هنا بالستوديو المهندس صالح العيسى مدير مشروع في مشروع ملك عبد العزيز للنقل العام في مدينة الرياض حيكا له مهندس حيكا له يا عزيز الله يعطيك العافية ورحب سادة المشاهدين ونفسدين أيضا أنتم مقللين بالإعلام لكن صراحة واصلين للناس الحمد لله الناس فرحلين بالمعلومة الكبيرة التي طلعت في التدشين 2018 مدتهي القطار هذا السؤال لا إن شاء الله يكون انتهى القطار إن شاء الله في 2019 إن شاء الله 2018 تجريبي تجريبي نعم التشغيل التجريبي رح يبدأ إن شاء الله في نهاية 2018 لكن رح نشوف القطارات على المسارات وتشغيل بعض المحطات لكن تشغيل تجريبي ما راح نستخدمه يكيد لأنه هو تشغيل تجربة سيستم بشكل كامل بالخطوط بالقطارات بأيضا أنظمة المحطات وغيرها من أنظمة التشغيل كم يستمر تشغيل تجريبي هذا؟ هو طبعاً يعتمد على نوع الاختبار الذي نختبره لأنه تمر التشغيل يمر بعدة مراحل أو الاختبار عدة مراحل تشغيلية كل قطاع أو كل نسميه منطقة على حدة راح تكون كل خطة على حدة لأنه زي ما فهمنا مكهي ست مسارات وكل مسار يضم عدة ديبوز أو نسميها مراكز مبيت والصيانة والتحكم أيضاً فهذه التشغيل راح يتم على فترات أو الاختبارات راح يتم على فترات تجريبية أو فترات متقطعة ممتاز أنه أنت تشوف كل خطاء أكيد في عندي خطائي بي أكيد بالضبط لأنه ما أريد أن نشغل التشغيل ما شغل إلا أنت جاهز تماماً هذا الهدف في بعض التجارب دائماً تجي أنه أنا مستعجر ودي خلص ولذلك خلط صير خطاء بعدين أتعلم منها لكن أنت وكذا لأننا نبغى نسبة الخطاء تكون قليل لأن نظام النقل لا يحتمل خطاء أبداً أنت تتكلم عن نقل الأرواح وهذا شيء يعتمد على ونمتعهدين سابقاً على نظام نقل آمن ويسير وسهل أيضاً وسريع في نفس الوقت فكنا نلتزم بهذا الشيء ونواجبنا أن نظهر العمل بشكل بيتقان كامل يعني 19 الناس يركبون بإذن الله 2019 بإذن الله بالله أشف الناس متفائلين بس المركز هذا موجود الآن في طريق العروبة في مدينة الرياض نعم نهاية طريق العروبة مع ملك عبد الرياض قاعد يدل الناس عليها عشان يجوون في عبدالله السبوع الماضي شرفنا سموه من وطقة الرياض سمو نائبة وعضاء معالي عضاء اللجنة العليا بفتاح مركز النقل العام ومركز مشروع النقل العام وهو مركز خاص للزوار للتعريف الزوار أكثر بمحتويات المشروع أو بنسميه مكونات المشروع ماذا يحتوي بالإضافة أيضا هناك في تجربة محاكاة بسيطة للزوار طبعا لو لاحظت أنت بداية تنفيذ المشروع بدأنا بعدة مراحل أول شيء بدأنا باستراتيجية معينة اللي هو التعريف الناس بالمشروع وش المشروع هذا وش عدد مساراته وش عدد محطاته وغيرها ولا أي ساس اختنى المحطات وغيرها بعد كذا انتقلنا إلى استيج الثاني وهي مرحلة تعريف الناس بالتحويلات المورية وكان في حملة منظمة على كيف نعمل التحويلات المورية والمناطق المتأثرة والمناطق اللي حولين المشروع أيضا بالإضافة إلى منطقة رياضك الكل ثم بعد ذلك الآن انتقلنا إلى مرحلة جديدة وهي ما نسميها بنشر ثقافة استخدام النقل العام وهي ثقافة يعني أن كسكا من منطقة الرياض نعلم أن المشروع الملكة بالعجزة للنقل العام هو أول مشروع نقل عام في المملكة فيجب أن يكون نموذج يحتدى فيه في جميع المناطق وأيضا الثقافة خلنا نقول أن الثقافة ما هي عالية جدا فيما يتعلق بالنقل العام نشوف بره أن النقل العام هو أجزء من حياة الشخص لا يحتاج سيارة أحيانا بالضبط كثير من الدول في الخارج الطلاب الجامعة لا يستخدمون سيارات هل أنت تتصور مهندس باختصار هل تتصور أنه أنا بكرة لا يحتاج سيارتي أجل الدوام بدون سيارتي؟ إن شاء الله بإذن الله طبعاً هو يعتمد على مناطق أنا فهم لكنه يغطي أغلب المناطق هو يغطي طبعاً لازم نفهم أنه عندنا شبكتين شبكة المترو وهي ست مسارات وشبكة الحافلات وشبكة الحافلات تغطي جميع مناطق الرياض باختصار الصبات هذه ما تتشال؟ إن شاء الله قريباً إن شاء الله في كثير من المحاور في الرياض في كثير من المحاور في الرياض فالمسارات أنجز كثير منها يعني نتكلم على أنفقة الأرض أنجزها تماماً نتكلم على الجسور أنجز أكثر من 95% منها نسبة الآن التنفيذ في المشروع بلغنا 66% والله الحمد المشروع ماشي على خطة ثابتة سمحت لي بس على موضوع مركز زوار سريعاً؟ أي مركز زوار هو يعنى بنشر ثقافة بإمكان الشخص الصديفة يبدأ من الساعة الرابعة مساءاً حتى الساعة العاشرة مساءاً صبح نحن يجونكم مدارس؟ صبح نحن مساقنا كثير من مدارس نتقل معوزات التعليم أيضاً في استقطاب مدارس وأيضاً الوفود الحكومية بشتى أطرافها نحن نحتاج كثيراً أنكم تتواجدون عشان أيضاً نسأل كثير أنا معكم دائماً وابتاً لأنه جداً مهم من الناس كثير قاعدين يتسألون وهذه السئلة التي نحن جيناً ونعطيكمها أخوي المهندس صارح العيسى يعطيك العافية حياً كالله ومن الشباب اللي يشرفوننا مرحبتين شكراً جزيلاً اشتركوا في القناة